بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يتأخر الغدر من طرف أرمينيا وزير خارجية أرمينيا يعلن أن النزاع لم يحل بعد وأن الصراع قد يندلع في أي لحظة ولا يسلم بالاتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذريبيجان والرئيس الروسي والذي بموجبه تم وقف إطلاق النار وتم تسوية النزاع بالوضع الذي نرى أمامنا أصبح الآن بالاتفاق إن تم اعتماده أصبح هذا اللون الرصاصي هي ما تبقى من إقليم نجورنو كرباغ والذي لا يزال تحت الاحتلال الأرميني بحماية روسية أما الولايات الخضراء التي نشاهدها فهذه الأماكن التي تم تحريرها من طرف أذريبيجان بقوة السلاح إضافة للأماكن الثلاثة التي تم الانسحاب منها مؤخرا كالبجار وأغدام ولاتشين وهذه العلامة الصفراء تؤشر للطريق الذي سيصل نخجوان بأذريبيجان ولكن يبدو أن الأمور لن تسير كما تشتهيه السفن فالجانب الأرميني كما عودنا عبر التاريخ أنه معود على الغدر والخيانة موقع سبوتنك الروسي ينشر هذه المعلومات الجديدة التي تتحدث عن النية الأرمينية للغدر والخيانة وفقا لوزير الخارجية الأرميني لن يتم حل نزاع كارباغ نهائيا حتى يتم حل وضع ارتساخ اللي هي اقليم ناجورنو كارباغ ويقول أن تصريحات الجانب الأذريبيجاني بأن نزاع كارباغ قد تم حل لا أساس لها من الصحة صرح بذلك وزير خارجية أرمينيا إفزيان في مقابلة مع أحد المواقع الروسية يقول وزير خارجية أرمينيا إن الرئيس الأذريبيجاني الذي أدلى بهذه التصريحات لا يفهم تماما جوهر الوثيقة التي وقعها ونص البيانة الثلاثي لا يحل مسئلة الوضع النهائي وتحدث رئيس روسيا أيضا عن ذلك ولم يتم تحديد وضع ارتساخ اللي هي اقليم ناجورنو كارباغ وسيكون موضوع مزيد من المفاوضات ويوافق الرؤساء المشاركون الآخرون لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على هذا إذن هناك مكر يبيت بليل وأن الأمور لا يزال نار من تحت الرماد أن الأرمان قبلوا بوقف إطلاق النار وتدخلت روسيا لإنقاذهم في اللحظات الأخيرة لكي يستعدوا لحرب جديدة وفقا لوزير الخارجية الأرميني لن يتم حل نزاع كارباغ نهائيا حتى يتم حل وضع ارتساخ لن ينظر إلى نزاع كارباغ على أنه قد تم تسويته إلا إذا اعترف المجتمع الدولي بحق تقرير المصير لشعب ارتساخ إن قضية ارتساخ هي مسألة 150 ألف أرميني ارتساخ يعيشون في وطنهم التاريخي أي أن أرمينيا إلى هذه اللحظة تعتبر نجورن كارباغ أراضي أرمينية وأنها حق تاريخي لهم وتشهد اتصالاتنا على جميع المستويات في مختلف بلدان العالم على هذا التصور المجتمع الدولي أن ارتساخ لا يمكن أن تخضع لولاية أذربيجان أي أن الأرمن ينقضون العهود ويقولون أن نجورن كارباغ لا تزال تخضع لهم ولا علاقة لها بأذربيجان يقول لا يمكن أن تخضع ارتساخ اللي هي نجورن كارباغ لولاية أذربيجان تحت أي ظرف من الظروف ويتابع وزير خارجية أرمينيا إن أرمن ارتساخ يتمتعون بنفس الحقوق مثل جميع شعوب العالم الأخرى ارتساخ هي حقيقة واقعة على الخريطة الجو سياسية والتي يجب أن يعترف بها المجتمع الدولي هذه الأقوال العدوانية لوزير خارجية أرمينيا كما يقول لا تظهر أذربيجان رغبة في تنفيذ البند الخاص بأسر الحرب وزير خارجية أرمينيا يقول ذلك أكد إفازيان مرة أخرى أن حق شعب ارتساخ في تقرير المصير لا يمكن حله بمساعدة القوى العسكرية لقد وقفت أرمينيا وستواصل دعم الاعتراف بحق شعب ارتساخ في تقرير المصير والأمن الدولي هذه تصريحات وزير خارجية الأرمن يعلن الحرب ويعلن التنصل من الاتفاقيات ويقول الاعتراف بجمهورية ارتساخ كان ينظر إليه دائما في سياق إقليمي ودولي أوسع يجب أن نعلن أن القوى العسكرية الوحشية المستخدمة ضد شعب ارتساخ يتكلم عن عملية تحرير من محتلين بأنه وكأن ما تمه عدوان عليهم قد زادت من حدة النضال من أجل الاعتراف بحق شعبه في تقرير المصير يعني يقول أنهم أكثر من أي وقت مضى يطالبون باستقلال إقليم ناجورنو كرباغ ونحن نشهد مناهج جديدة في هذا الاتجاه حسب إفزيان والآن تتمثل أهم الخطوات بالنسبة لأرمينيا في ضمان عودة كرباغ وسكانها إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن فضلا عن حل قضية الأسرة والمفقودين وجثث الموتى بالنظر إلى حساسية هذه القضية يقول لا يمكنني تقديم معلومات أكثر عن حقيقة أنه يتم اتخاذ خطوات واضحة لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن هذا كلام يعني خطير جدا من وزير خارجية أرمينيا حيث ينقلب على كل الاتفاقيات التي دارت والتي تمت يتابع وزير خارجية أرمينيا القول لم يؤدي البيان الثلاثي لزعماء أرمينيا وروسيا وأذريبيجان في 9 نوفمبر إلى تسوية سياسية نهائية وطويلة الأمد لنزاع ناجورنو كرباغ صرح بذلك وهو يتحدث في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحدد إفازيان أربعة شروط لتسوية نزاع ناجورنو كرباغ وإحلال السلام في المنطقة وبحسب كلماته فإن حل نزاع كرباغ ممكن فقط على أساس إعمال حق الأمم المتحدة في تقرير المصير وضمان أمن شعب أرتساخ وقال إفازيان من الشروط المهمة أيضا إنهاء احتلال أراضي كرباغ أي يعتبر أن أذريبيجان صاحبة الأرض والحق أنها محتلة لكرباغ والعودة الآمنة للاجئين الأرمن إلى ديارهم فضلا عن الحفاظ عن التراث الثقافي والديني الأرميني في الأراضي الخاضعة لسيطرة أذريبيجان كما شدد وزير خارجية أرمينيا على التنفيذ غير المشروط لمبدأ الكل للجميع فيما يتعلق بأسر الحرب وغيرهم من المعتقلين وكذلك حل القضية بجثة الموتة وشدد إفازيان وزير خارجية أرمينيا على أن التسوية السياسية والتفاوضية فقط والتي ستنطلق من ضمان حقوق كل طرف الموضوع موقفش عند هذا الحد بل هناك أيضا وزير خارجية النمسا يتكلم بنفس الأسلوب وبنفس الكلمات وهذا أمر غاية في الخطورة وبحسب الوزير النمساوي يقول هناك حاجة إلى إطار دولي واضح مما يعني العودة إلى طاولة المفاوضات بواسطة رؤساء المجموعة المشاركة في منسك كما يقول وزير خارجية النمسا أيضا أن الصراع في نجورنو كرباغ قد يندلع بسرعة مرة أخرى فمن الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أي أنهم يريدوا أن يختطفوا مرة أخرى نجورنو كرباغ وأن يحققوا بالتفاوض ما لم يحققوه في الميدان ويتابع وزير خارجية النمسا من الجيد أن السلاح أخيرا قد صمت وأن أطراف النزاع تخلوا عن منطق المواجهة المسلحة ومع ذلك لا ينبغي للمرء أن يكون ساذجا ويعتقد أن كل شيء قد تم حله يمكن أن يندلع الصراع بسرعة كبيرة مرة أخرى وهذا يتطلب شرارة واحدة فقط بالنسبة لنا هذا يعني أنه من قبل كل شيء هو تألابد من تحقيق استقرار الوضع على الأرض ويجب أن تتوقف معاناة المدنيين ويجب حماية التراث الديني والثقافي في المنطقة يعني إذن هذا إعلان حرب وهذا منطق غير مقبول أن يقول وزير خارجية أرمينيا بأن النزاع لم يحل ويتدعي أن أرتساخ التي هي إقليم ناجورنو كرباغ لا يزال أرض محتلة وأنه جزء من أرمينيا ويطالب بحق تقرير المصير كل هذه الأمور في الحقيقة تحتاج إلى وقفة قوية جدا من أذريبيجان تحتاج إلى تمسك أيضا من تركيا بأن لا يسمح لهؤلاء أبدا بأن يحققوا بالتفاوض وبالمكر والخديعة ما لم يحققوه بالمعارك وفي الميدان نتمنى لأذريبيجان وتركيا الانتصار الدائم وأن ينجحوا في مواجهة هذه المؤامرات وهذه التحديات التي تقابلهم في المنطقة لا يمكن للأرمن ولا يمكن لأعدائهم أن يسكتوا أبدا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فهذه طبيعتهم نقض العهود الدائم نتمنى لتركيا ولأذريبيجان وللشعوب المسلمة أن تكون دايما يقظة وحذرة في التعامل مع أعدائها إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر